ناقش أمين عام المجلس المحلي بمحافظة شبو عبد الربوهشل مع قيادة فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة سبل إجراءة تقفيض سعر الوقود على ضوء تحسن قيمة صرف العملة الوطنية أمام العمولات الأجنبية واستعرض مدير عام فرع شركة النفط بالمحافظة صالح الكديم الخطوات والإجراءات التي قام بها فرع الشركة لمراقبة وضبط أسعار الوقود ومنها تشكيل لجان رقابة وتفتيش قامت بالنزول الميداني إلى جميع محطات بيع الوقود في عتق مركز المحافظة داعيا الجميع إلى التعاون مع فرع شركة النفط والإبلاغ عن أي مخالفات أو تلاعب في الأسعار وذلك لضمان ضبط أسعار المواد البترولية وأشهد أمين عام المجلس المحلي في المحافظة بالخطوات والإجراءات التي قام بها فرع شركة النفط من أجل مراقبة وضبط أسعار الوقود مؤكدا على أهمية استمرار هذه الجهود ومحاسبة المتلعبين بالأسعار بحسب النظام والقانون وبما يخدم مصالح الجميع محاسبة المتلعبين بالأسعار اشتركوا في القناة